الصحافة الفرنسية تفضح تعاملات شركة لافارج للإسمنت في شمال سوريا مع التنظيمات الإرهابية من خلال التحقيقات الجارية مع ستة من مدراء الشركة بتهم تحويل مبالغ مالية هامة إلى جماعات مسلحة بما فيها تنظيم داعش لتسهيل استمرار عمل المصنعي في سوريا صحيفة ليبراسيون كشفت أن مدير أمن الشركة السابق جان كلود فيارد التقى بمختلف أجهزة الاستخبارات الفرنسية الخارجية والداخلية في 33 مناسبة بين عامي 2012 و2014 وكانت اللقاءات تدور حول التوازن العسكري في منطقة شمال سوريا وحول واقع أعمال مصنع لافارج وقبل هذا الكشف كانت التحقيقات الصحفية تدور حول وجود أطماع لشركة لزيادة أرباحها حتى عبر تمويل منظمة إرهابية ودون الاكتراث لسلامة موظفها إلا أن الأمر بات مختلفا تماما إذ يبدو أن الدولة باتت في قلب القضية كما كشفت الصحيفة عن وجود رسائل إلكترونية تم التحفظ عليها خلال البحث في المقر الرئيسي للشركة في العاصمة باريس تظهر مراسلات فيارد وإدارة الشركة حول تغير الأوضاع إثر الاتصال مع ممثلي داعش عبر الموزعين المحليين كما اطلعت صحيفة على مراسلات بين فيارد والاستخبارات الفرنسية بشأن اهتمام الأخيرة بأي معلومات أو أرقام هواتف أو رسائل أو ألقاب أو أوصاف حول ممثلي داعش ومكنت المعلومات المنقولة عبر الشركة أعلى أجهزة الدولة الفرنسية من أن تطلع في وقت حقيقي على واقع التوازنات العسكرية في شمال سوريا وطرح قاضي التحقيق السؤال على أحدهم بأنه هل تم إبلاغ السلطات الفرنسية حول تمويل داعش من قبل لافارج ورد مدير أمن الشركة فيارد في جوابه لم أفرز أي من المعلومات التي قدمتها للاستخبارات الفرنسية خلال الاجتماعات قدمت كل ما لدي من معلومات حسب وصفه وبحسب ليبراسيون فإن جان كلود فيارد هو قائد بحري سابق ويعمل مع الشركة منذ العام 2008 وعلى دراية بدوائر الدفاع الوطني ويقيم علاقات وطيضة مع مختلف أجهزة استخبارات الدولة الفرنسية